من تغفير وظيفنا حاضر معنا في الستوديو السيد مراد المسعودي العيسي جامعية القضاءة شبان أهلا وسهلا بك سي مراد مرحبا بك مرحبا بك اليوم ملف القضاء وملف القضاء خلينا نقوله عموما اليوم في تونس هو الموضوع الساعة حركة قضائية اللي نستنعو فيها الأسألة دائر كنا نحكي ونبكر في الأوف ويني الحركة القضائية شنو اللي سمعت وشنو اللي عندكم كمعلومات إذا عندكم معلومات لأنه احنا تنقصنا هذه المعلومات بخصوص ملف القضاء وبالأخص القضاءات المعزولين واللي حكمتهم المحكمة الإدارية بأنهم يرجعوا لخدمتهم وينوصلوا للملف هذا بالنسبة للقضاءات المعزولين معناها الموضوع مزل يعني يراوحوا مكانهم أنا متحركش فما قضاءات تم اتيامهم بالفساد من رئيس الجمهورية وخرج عمل خطاب طويل عريض تبين أنه الخطاب ذلك ما عندوش حتى أساس لأنه مفهمش ملفات كيف ما كان يحكي وحكمة المحكمة الإدارية بش يرجعوا على أساس أنه القرار غير شرعي لأنه القرار ما عندوش حتى السند القانوني ولا واقعي لكن رئيس الجمهورية وزيرة العدل ورئيس الحكومة وكل الذهم يكونوا نعتبرهم شركاء رفضوا يتبقوا القانون بما يشكل معناها في القانون بتاعنا يعتبر فساد كبير وخور لأنه يمس مفهوم الدولة ويمس بالديمقراطية ويمس حتى بالقضاء أنفسهم اللي معناها يبقى مدة عام توفي حالة بطالة هو ما عامل حتى شيء معناها كل ما في الأمر أنه تمسك بقرار قضائي معناها يحاول يتبق فيه القانون والقرار الذايا ما يعجبش المنظومة اللي موجودة طويقا في الحكم وهذا بطبيعة الحال بش يترتب عنه وضعيات اجتماعية ووضعيات نفسية صعبة معناها القضاء المعزولين الزم المعفيين يعانية وراه تم عدمهم اجتماعيا حتى بش يدخل المحامات تم معناها منحهم بطريقة غير مباشرة العميد اللي هو طوم شدي رئيس مجلس النواب قبل ما متناولش حتى مسألت تشجيلهم هذي كل في نوع من التواطئ معناها مع السلطة لا أكثر ولا أقل والطويقة في حالة بطالة بالرغم أنه القانون ينجم يخول أي قاضي منهم بش يولي محام وإلا حتى ينجم واجه لعادل التنفيذ ولا عادل إشهاد حسب القانون لكن هذي الشيء ممنوع عليهم وأكثر من الكاكة تصور أنت حتى بش تحضر الأوراق متاعك الأوراق متاعك معناها تحجز عنك أنا نعطيك مثلا القوضات اللي بش يصبوا مطالف المحامات مشي وبيش ياخذوا بيترواء تمشي لأي مركز يقولك أنا ما نعطيكش بيترواء عليها شفمة يقولك بالنسبة لي برا بدل بطاقة التعريف يبهب هاو موجود في المركز مكتوب لحب ياخذ بيترواء يجيب آآ معناها التوصيل فيه أربع علافة خمسة مية الجيبائي هذيك ويجيب نسخة من بطاقة التعريف ويمشي علش تبدلها يقولك والله يسمعني يا كاك التعليمات أنا ما نعملش تصور أحنا معناها فما ناس قدموا المطالب يجيب العشرين مرة بش ياخذ بيترواء هو قاضي إلا من بعد تمشي الوزارة الداخلية وتعمل مطلب باش تخلي أنت حجة أنك معناها محبوش السيموراد في صالح شكون التنكيل هذي حسب رايك حسب قراءتك والله إذي التنكيل راهو مو في صالح حتى حد وإذا يتوقع النظام هذي أنه قاعد ينكيل بالقضاة راهو هذي غالط هذي راهو ينكيل بروحه ويحفر في قبر معناها وجوده لأنه ذات يوم متصورش فما قاضي ولا فما مواطن تونسي باش ينسى اللي صار هذي فهمني ولا ومتصورش أنه المنظومة هذي اللي التبنيات بالقوة والتبنيات بالكراهية راي باش تدون باش تمشي كبقية المنظومات وباش يولي الانتقام اللي أحنا تجاوزناها في الثورة وناس كلي مشات المصالحة باش يولي هو المبدأ معناه لأنه فما برش عباد معناه تقطعت أرزاقها برش عباد دخلت الحبس ومعنى حتى جريمة برش ناس توقفت في مخالفة الإجراءات ومخالفة القانون تقريبا أحنا طويقة مش عايشين في دولة غابة بي أتم معنى الكلمة ما تعرفش أنت شنو اللي تعمل السحي وشنو اللي تعمل غالط النجم تكون أنت فجأة معناه يتمارس في مهامك بصيفة عادية تلقى روحك ما تخدمش وعلى سبيل المثال أنا معناه يا رئيس هيكل قضائي انت على استخدار القضاء مش حاجة معناها غريبة ولا حاجة ممنوعة ولا حاجة معناها يعني تشكل مخالفة القانون واجبي الطبيعي يلزم نعمل جي تلقى روحك مثلا ما تخدمش فهمني ولا آآ من فهم حتى سبب ترجع الخدمتك ميرجعوكش وذي بالرسمي يخليك تحس أنك بالرسمي في غابة بيئة تم معنى الكلمة وهل هذا التصرف هذية هل في تقديرك كان عنده تأثير على العمل متاع القضاءات الأخرين خاطفهم برشا قالوا كنت انت حتى بحذانا لهنا فسرت لنا اللي رأوا وقتها وشهر التالي اللي رأوا الهدف من التعامل هذية هو ترهيب القضاءات هو ممارس ضغط عليهم إلى آخره هل في الوشهر الأخرين هذيت رأى أنه هذا صار يهو ذرب أصفورين بحجرة معناها عاقب الناس اللي ما حابش تاخد قرارات قضائية معناها الجيمبو آآ انتقم الناس اللي معناها تحب تمشي في اتجاه مخالف لاتجاهاته الشخصية هو يحب القضاء وظيفة هو هاكيك يظهر له في مخه بالنسبة لنا احنا ما نحبوش احنا دولتنا هذه بلادنا أنا نحب يبدأ عندي سلطة قضائية ونهارت الخممت بش نقول لي قاضي ليس لشيء إلا أن القضاء سلطة ولا رمشة وليت تبيب ولا وليت حاجة أخرى معناها بالنسبة لي يسمى كاينه مثلي القواعد لا أساسية اللي بنت علىها أحلامي وبناهوا عليها القضاءات كل أحلامهم فهمتني هو بالنسبة لي مس الناس ذوكما في نفس الوقت رأوا النظام هذا يمس القضاءات الموجودين اللي يعملوا في حالة خوف وهلع آآ أكثر من الكاكة يعملوا في حالة شك القاضي التويكة معاش يعرف اشن هو القرار ليرضي السلطة واشن هو الميرضياش نفترضه حتى ولو هو معناها خوف ومتصلوش به سي نرمال والله يا اسمعني نسيبوا هذير على سيلي آآ نشدوا لعالة سيلي ما عاش عارف فهمني ولا قالوك هو القضاء بطبيعي وبموجبية يميزمش يقول واشن هو القرار لي بشيخدم مش يغمض عينيه مرات الأسماء منخزروا ليه جملة أنا كنحكم قبل منخزرش الأسماء جملة عندي فصول قانونية إجرائية وعندي فصول اتحدد العقاب واتحدد شروط التجريب وانتبقها لا أكثر لا أقلية طويقة لا أكترا قاضي يخدم على روحه السيب متهم يلقى روحه وغضوا بلوهم سكر قضاءة يخدم على رواحهم ما عملوا حتى شيء مغضوا الصباح تبها وهابتهم في قائمة على أساس أنهم فاسدين فهمني ولا هذي الفساد بعين الفساد الحقيقي هو أنك آآ تفتعل للناس تهم أنك آآ تظلم ناس تفكر لها مواطن رزقها أنك معناها تستعمل آآ معناها آآ يعني القوات اللي عنا الصلبة فهمني ولا اللي احنا ندعموا فيها بالجباية أمتعنا زدنا باش تكسر الأنظمة اللي توافق عليها الشعب التونسي والدستورة متعنا وقوانينا اللي تعملنا السنوات وإحنا نعملوا فيها ما صدقنا جلنا معناها الحمد لله وسي كملة فرحة مرحلة التأسيس طويل تلاقيه بالاقتصاء هنا رجعنا لتالي طويقة ورجعنا مرة أخرى تدمرنا كل شي شفتوش حاجة تبنية في الأيامة هذه حتى شيء متبنية مرة كان في الهدم والتدمير اليوم القوضات هذو بسي حد ذاتهم المعزولين شنية الخطوة اللي مزالت بسكوحنا مش أنتم مشاهدوا المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية أعطت القرار متاحها ولم ينفذ بعد ذلك شنو اللي نستنعه شنية الخطوة اللي مزالت وإذا مزال فهم خطوة أخرى ينجموا يقوموا بها مش يرجعوا يخدموا إلا آآ معناتها يرجعوا بتدخل محامين أو كي ما قلت أنت في بعض الوظائف الأخرى هو اللي بالنسبة لنا يراها فما تحرك أنتم ما ما تفاهمين فيه ديجا أم لا؟ القرار احنا دي ما نتحركوا وذلك حقنا وكي ما قلتك مش حد حد عامل علينا نمزية آآ بالنسبة لنا يراه القرار اللي تم اتخاذه من المحكمة الإدارية قرار بيت لا يقبل الطعام معناها مفروض يتهمهم بالإرهاب وأنا عنده ملفات عند المجلس على القرار باش يرفع الحصان هذك اعتراف من السلطة بأنه قضاء قاضي وفي نفس الوقت عنده حكم لكن ما يخدمش وما يخوش شهرية هذي يسمى تجويع للقضاء يسمى تجويع للقضاء الضومة ويسمى اعتداء عليهم السلطة من خلال أفعالها في حد ذاتها وإقرار هذي هي تقر بذنبها لكن شنو الفايدة بالنسبة لقاضي ما عنده شهرية وكان معناها عنده شهرية ما تكفيش خلي ما عنده جملة معناها وضعيات مأساوية ما نحكي لكش بالتفصيل وما اللي صار رو مأساوي وبصراحة نعتبره معناها وصمة عار على جبين كل تونسي رو كيجي رأي جمهورية ولا غير وراو مش البلاد متاعه مفروض الشعب كل يوقفوا عند النقطة هذية بابا انت قلت فاس دي فين الفساد هكا ولا ما تثبتش تحمل مسئوليتك استقيل مش يعمل أي عمل أخلاقي ممكن يعمل إنسان يحترم مروح وهكا ولا مفروض هذي اللي يتم فهمني شنو معناتها انك تجي الفئة معاينة تجوحها شنو معناتها شنو معناتها معنا البلاد متاعي نعمل الحبانة وهذا يتم طويكة في القطاعات كل وفي الإطار هذي المجلس الأعلى للقضاء ولو مؤقت ما ينجمش يكون يعني مش يقول ملاذ نجمش يلعب دور المسألة في حل حالة المسائل دية المجلس عم ناول في بالي أدمج القضاة المعفية وابعث الرئيس الجمهورية لكن الحركة ما هبتتش وطويكة حتى الحركة فات الأجيل القانونية معناها ما نعرفوش حتى عندش يكونوا بالله يقبل كل مجلس على القضاء يعمل حركة تعرفوا مثلا وقتاش في شيالن وقتاش يبعث الرئيس الجمهورية مذهن فماش إنسان في الجمهورية يعرف الحركة القضائية فيه الحركة القضائية تطوي عند المجلس عندش كون متوقفها عندش كون جمهورية اش كون يخدم فيها حتى حد لا يعرف هذي شنوه معناها إنعيدام الشفافية هذي شنوه معناها العمل في الغرف المظلمة وهذي احنا كنا في باننا باش نتجاوزوه وكفحنا قبل أنا شخصين كنت اقبل في جمعية القضاءات وانبعد أسست جمعية القضاءات الشبان إنكافحوا ضد إنعيدام الشفافية ذي وإنعيدام النزاهة في التعامل والتعامل في الغرف المظلمة وكان كل شيء يقبل لي حتى كنتم حركة فهم وضعيات إنسانية واجتماعية لهيك اللي كان يشاركوا كان يوصلوا بعض الأصوات قال لي طوي يبدو يقبل لي في مدنيه كان يابعث تقرير يابعث شيئا تبية ونمشوا احنا نكلموا عليه المجلس باش ياخذ لأنه مهما كان رو قاضي قريب المقر العمل المتاعه المقر السكنة المتاعه رو يخدم بأكثر كفاءة ويخدم حتى المنتوج وكنا نعم ودور طو لا فهم هيكل تعرف لا فهم مجلس لا فهم رئيس جمهورية يعلمنا شنو وصمنا طويقة معناها فهم حالم انعدام اليقين كل نهار نحل فيسبوك القوضات زعم الحركة هبتت لاخر ولا اسمعت بها العشية اسمعت بها الصباح طو عندي الكلام اللي اسمع فيش هرب فهم حتى شيء وحسب رأيكم انتوما اليوم كهيكل اليوم شنو الأسباب اللي تخلي الحركة القضائية هذي ما زالت فاتت الآجال وما زال ما نعرف عليها حتى شيء طو تنسى شون انك قلت معنتا نغمالما القوضات المعزونين بش يتم ادماجهم في الحركة هذي اذي عم ناول ما عارش السنة ما فهمش حتى عم ناول حتى كي وقتها المجلس خم بش يدمجهم وبعثت الحركة الرئيس الجمهورية هو رجحها له زاد رجحها مرة اخرى في اسماء القوضات سمعنا بشي هذي السنة ما سمعنا حتى شيء ما عندكم حتى فيزيبيليته حتى معلومة رسمية ولا حتى اشعة ما فهمش فهمني وشنو السبب بالنسبة لي يعني شنو اللي نجم كل شيء جايز يعني نجم اه مغضو السباحنا الجام مثلا ما عادش حركة قضائية جملة اتدبر فيه بط ما عادش فهم قضاء بقر يحب يعملوا في قرطاجها ديك كل شيء جايز احنا توفي منظومة ما فيهش حتى شايفة فيها فهمني ولا فهم شخص يخطط هو والجماعة بتاعه كل شيء لكن حتى لو حتى لو كين بش نمشيوا بانه يخططوا كل شيء عندك دستور اللي فيه اه صلاة وظيفة قضائية وعندك اه مجلس بار اكزامل فينو احترام الدستورية المحكمة الدستورية تراو فيه فهم اه احترموه هو الدستور اللي عمله هو طب مش يحترمو فيه هم فهمني ولا ما نحكوش على الدستور من تعالفين ربعة طالب الدستور اللي عمله هو ما نفهماش ادنى احترام ليه لا من حيث المبادئ اللي موجودة فيه الحقوق والحريات لا لا اه لا احترام القضاء لا حتى كوظيفة ما عادش وظيفة القضاء طويك انت كتقول وظيفة راه تحطه فيه منظومة معينة اه اه ايش كون تابع هكا ولا فهمني تجيه مبعد تحكيه لها استغلال القضاء وتقول اللي مبعد راوي تكرس القضاء اختيارات الاساسية للحكومة هكا ولا الخيارات القضائية الاساسية اللي هي تكرس خياراته متاع رئيس الجمهورية استغلال ايش تحكى ليه شنو التناقضة زيه والعبثة زيه ترى انا الدولة الوحيدة اللي في القرن واحدة وعشريا عنا قضاء وظيفة قبل كي يبدو يقولوا فيها نبدو حاشمين في عاهد بن علي سلطة وكي يبدو يقولوا ليه والله هي سلطة وهنا نتناقش وواحد يقول ليه والاخر اوتوريتي راوي مش وهي راوي عنده من نفس المعنى هيك غير شنوه يتلاعبوا بالجهل متاع العباد بالفرنسية كانوا العباد يحشموا يحشموا انو بشقولوا القضاء والله راو اسمعوا كلام وزيرة عدل يا حشموا طو لا لا حشم لاجارة طو طو واليت الحكاية معنا عيني عينك فهمني والله القضاء المرفق لا يخرجوا لك في التلفزة والله وقد اشرف على اه معني اشرف على مجلس مع وزيرة العدل لأنه ذر في عملنا المرفق العمومي للقضاء بكل فخر شنوه الكلام اذي مرفق العمومي للقضاء فهمني ملي مجيش السلطة القضائية هذه كي انتي تقول المرفق العمومي للقضاء من بعد كي تغلط انتي شكو مش حاسب معناها انسان خارج عن محاسبة كي تغلط حكومتك شكو مش حاسبها خارج عن محاسبة معناها تابعك هذيك المرفق العمومي للقضاء معناها تابعك انتي خطر معناها سلطة تنفيذية عندها المرفق الادارية القضاء راو مش مرفق اداري تابع لسلطة تنفيذية السيموريات شنو جاءوا بالناس اللي يقول لك راو في الجانب المقابل اليوم اه اصبح عنا قضاء اسمح لي في الكلمة يتجرأ بين ظفرين على انه يحط قيادات سياسية في الحبس ويحط في اه ويحط في ناس ويسائل في ناس اللي كانوا يعتموا يتم اعتبارهم من اللي ما يسائلهم حتى حد ولي هما فوق القانون وفوق كل وفوق كل محاسبة. هم مش انو نظروا للحكاية من من الزاويتين. بالنسبة لنا راوا قدام القانون والقضاء والاجراءات راوا ما فماش مسؤول وفم مواطن عادي. حتى قبل فم برش الناس دخلوا للحبس لانو لتكبوا جرائم وجرائم جدية. لكن انتي بش اه تستعمل للجانب الشعبوي هذايا وتشد انتي خصومك السياسيين لكل بركة معناها. مش ناس اخرين. وتحطهم في الحبس وتقول القضاء قوي ويتجرأ. يا سيلي تجرأت. يا وعنا محامية. نهار كامل تسيب في القضاءات عندها مية نشكاية ضدها. فماش واحد وقفها. عاملة صفحة. افهم وليس عاملة صفحات تسحل في القضاءات يوميا. انا كل نهارا نجي نجي مصلي عن بين ممتلكات اللي عندي. اقسر في المرسى ومئة كتار وكذا وانا منملك حتى شي. فهمني ولا? ويسبوا وياه تكون في اعراضنا. وقدمنا مئات شكايات. فينا وامتشدوش هذوم. معناها لاخات الاخرين خصوم سياسيين ادخلهم. معناها الحبس اكاكة ما غير حتى دليل. وتكلف فرقة مكافحة الارهاب باش تنظر في قضايا حق عام. وبعد يقول لي معناها افرح حول القضايا كالي مفرحش. بالعكس. حاله معناها يبكي القضايا طويك. فماش قضايا طويك. فماش. طوي فما معناها قضايا الصدفة. معناها الشخص اللي اآ يقول كلام ميناسبش النظامة زيه. اللي يحب يعمل كافي انه يدوم ومش يدوم. فهمني ولا? يتم استهدافه لاكثر ولا اقل? لاحظته. اعطيني واحد معناها تم استهدافه على قضية فساد. اذا اعمل الموقف. اعمل الخيط طيب. اعمل كذا. يتنطروا عليه مغضو الصباح. ويشدوه. وابعث عادة انت للخبراء. قال شنو نثبته. نثبته وم بعد يجيه وابعد تلية ثرابعة سنين. موقوف يقول له اسمعني والله يا والله غالب. اذا اذاك اذاك القضاة. بالنسبة لي اتلاحظ هذا من سماع الدعوة. وبره لا راحك. فهمني ولا? وهذا يسير راه? فهمني? مفروض ما يصير الشيه زي راه? يلزم اخزر. قبل ما تشد الشخص. اتدبر الوسائل ايدانا. مش حشيف الحبس. وم بعد برا لوش. والله مش نعمل اختبار. نبعث الخبير اه دولي. يجيب لنا الشركة هذيك زعمة طبيض اموال ولا شنو تخدم نشاط. خليه لبرا الساعة. وم بعد ابعث. كي تحصل الدليل وقته بقفه. بعين صحيحة معناه. وبالقانون. على حد علمك اه سيموراد فما فما يعني اه قضاة طواقعدين بخلاف متبع اللي تم عزلهم. اه قاعدين اه يتعاقبوا بين ظفرين اه على قرارات قاعدين يخذوا فيها. فما انتم تسموا بها. فما فما برشة ناس تاخد في قرارات قضائية وجريئة. للأسف راه ومش بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا نظام اذا يتخيل انه بش يسكت الاصوات الكل راه وذي مستحيل. وراه فما اجيال بش تبقى تقاوم اللي يصير اذا. هذي معناها اللي شك فيه. معناها بش تقاومه وسينهار معناها لانه حاجة مخالف المنطق. مخالفة حتى لتركيبة الدولة. الديمقراطية في حد ذاتها. في قرن سيئة. ناس كنوا اللي شكون معالة ديمقراطية. طو القضاء تراهم طويكة معناها يكافحوا. يكافحوا حتى في الاعمال امتاحهم. وكل مرة تسمعوا قادة يسارك له حاجة. اللي يشد في التفاقدية. اللي يسكروا اللي بلوية. اللي معناها هيوقفوها العمل. كل نهار نسمعوا الشيء داي. وذيكم القضاء اللي يكافحوا. بش تقول لي والله يفهم فساد موجود راه. راي ظاهرة طبيعية موجودة من اول العالم. ولن تنتهي. ولن ينهي قيس تعيد راه. مش مش ينهيها. الفهمني ولا? ظاهرة طبيعية يتعامل معها بطريقة قانونية مفروض. الفساد راه ومش دول رئيس الجمهورية بش يكافحوا راه. غالط الشي ذي. القضاء هو اللي يكافح على الفساد. مه. آآ رئيس الجمهورية اقصى حاجة نجم يعملها. طلع عشنوه? يعمل قانون. اطار تشريعه الى مكافحة الفساد. ينقح قوانين. هذا كدوره. يقترح مش حتى هو. يقترح على مجلس النواب. فهمني ولا? معناه بش ترعب. كيفاش الشخص اللي في الحلقة الضعيفة هزا ياخد دور غيره آآ الاسباب الشعبوية لأكثر لأقل معناه. فهمني متخيلش الفساد بش ينتهي معناه. وانا مش نرجع جزء على النقطة اللي قالها مروان آآ مبكري بخصوص الاطرف الاخر اللي يقولوا اليوم قاعدين نشوفه في عباد قاعدة تتحاسب عباد قاعدة آآ يتم مسائلتها بعيدا حتى على سياسة. اذا كان نشوفه في مجال الاعمال في مجال الاقتصاد وغيره. قولك باتتخي قبل زادا آآ ما كانوش هناك الجرأة لانه عباد معينة نجمو نسائلوهم. دونك فهم حاجة اخرى وانه انت حكيت وله همش نرجع زادا النقطة اللي انتي كنت اثرتها. دوسيات الفارغة. دوسيات تقول انت شلي نرمال ما قبل ما تحاكم ولا تحاول انك تعدي على القضايا يكون عندك ان دوسيات ما انت نقول احنا صحيح فيه كل الاثباتات وكل المؤيدات. اذا زادا سبقا كنا نعيشوها انو آآ يتم ايقاف الاشخاص وبعد ذلك يتم آآ آآ اخلاء سبيلهم لعدم ثبوت الاتهمة لانه ما فهمش الادانات اللازمة والثوبة اللازمة. شنو اللي اللي تغير بين وقتها وتو. بالنسبة الايقاف الرجال الاعمال ولا الناس الفاعلين اقتصاديا مش ظاهرة جديدة. الفرق انو في النظام الشعبوي عندو ميزة هي التضخيم. معناها والابراس. مم. معناها اقبل. كل نهار انا هني قاضي. ونخدم كان في الامور الجناحية. والجنائية. معناها الامور متاع الجرايا. فهمني ولا? القضايا دي في النهار نتناول بالمئات ومتاع القضايا. فهمني? كل الجماعة ونحكم يجي ثلاثمية المرة. في قضايا يشبهوا لزوموا اكثر من هزي دي. فهم؟ فهم وظفين. وفهم ناس معناها يحتكروا. فهم ناس معناها قضايا ديوانية كل بطاطة. فهمني ولا? علش ما طلعتش هذيكها? علش محكووش عليها? ومشنو نظام الشعبوي عندو ميزة يخذلك اسماء. يخذلك وقاع. يفخمها. باش يظهر القضاء العديل آآ العادل النزيه. ويبرزها اعلاميا. لا. كل ما في الامر معناها. انا قاضي ونعرف الشي اذي روي مش تفجأت انا. بالعاكس. بالعاكس طويقة ممكن اقل ببرشة ما نقبل. ونأكلك حتى القضايا راي في المحاكم اقل. وما شنو فهم القضايا ثم ابرازها الاكثر الاقل. عطي هذي هو الاشكين اليوم سي يعني في معناتها تقول انت. الاكثر الاقل الزواهرية الاحتكار موجودة راي. آآ آآ مناش مناش نكتشفو فيه تاوي. اي. عدم اشار اسعار جريمة غير موجودة. آآ البيع المشروط موجود. بالعاكس غذيها عدمها. الاحتكار هو غذيها طويقة. لانك طوي كتمشي بيش تاخذ شوي آآ سميد ويكلي اخوذ معاه شوي قزورة ما نعطيكش. فهمني? انا كنهارات والله هيكاكة. حتى في العطاء. قال يعني الكل. مم. تتنقل من هذي لانه نفس البرنسيب. معناها حتى النقص متاع المواد اللي هو مسؤول عليه الدولة. فهمني ولايه? هو اللي يخلق في الاحتكار هو اللي يخلق في الجرائم ذيه ويغذي فيها. فهمني ولا? معناها النزام هو اللي يصنع في الجرائم ذيه. يصنع فيها. معناها حتى بطريقة غير ارادية راه. يصنعها بالآآ معناها بآآ يغذيها يصنع لها الملاخ. بالضبط يصنع لها الملاخة نتيجة قلة الفلوس وعدم معناها التوريد الى الاخيري. فهمني ولاي? تيما راد المسؤولة بش نختمه معاك جسما الوقت. ولكن بالنسبة لجمعية القضاة الشوبين مطالبها في الايام القادمة نعرفوا انه آآ بتاتخفهم بعض التحركات بش تكملوا فهم آآ شنو اللي آآ ننتظروه منكم في قدم الايام? اذا كان فما حركة قضائية ام لا? احنا بينصير باقية الهياكل وخاصة جمعية القضاء التونسيين. آآ تحركنا الاساسي. هو ما فماش هذي وظيفة قضائية. فما سلطة قضائية. هذي المبدأ هذي انا شخصيا نلتزم بيه حياتي كان من حتى لنموت. معنا مهما عاش هالدستورة ذاية ومهما دام رأوا بالنسبة لنا احنا نعتبروه حاجة مخالفة للمنطق ومخالفة للتطور متاع المجتمعات والبشرية والديمقراطية زادة. آآ بها ذي التحرك آآ اساسي. لكن مش نحاولو نكفو على حقوقنا لانه اللي يصير ذاية رف الواقعة رف جريمة زد الانسانية نعتبرها رو مفروض كان اللي تجعوا دوليا نشكيوا الناس يضموا ولو مدانين دوليا لانك تشد انسان وتنحيا من خدمته ما غير حتى دليل وتشد انسان متخليهوش يخدم شنو معنات هذي شنو معناتها تعدم فيه وتشوهه اجتماعيا قدام الناس فمني ولاه ما غير حتى دليل هذي يسمى جريمة زد الانسانية موش بل التتبع فمني ولاه وحق القضاء بحاول الله بش يرجع معنا خاصة فهم جمعية القضاء وانا صراحة نوجه التحية لتي انس الحمادي اللي يتبعه فيه ظلم ازادة لانه قاضي بالمنطقة متاعه طو سمعني طو اذا يمارس فيها حقه النقابي. كلم رئيس دائرة قاله اسمعني يا فلان رو اليوم عنا اذراب. لعل انساء. رئيس دائرة ذاكة لم ورقاته مشي على روح. فينا اه منع حرية العاملة ذا والتعطيل اشنو؟ روى التعطيل من اركانه القانونية تستعمل القوة وطمع على الشخص بافعال منافي ارادته هو هكا ولاه? ما فهمش. ورئيس الدائرة هو ابيد واعترف بالشيء القضايا معنا كنجينا في الدولة تحترم روحها تتحفظ من نيابة العامية. وهو ما شنوة? ينزم يتنكل بيه شوية ويتمرمت ويمشي للكيف ويمشي في جرت والناس يهدفوا باستقلال القضايا وكذا. وهذا مظرم المظاهر السلبية اللي ان شاء الله نعملوا بيش معاش تكرر. اه مش لنقوضات بركرة حتى للناس العاديين. انا بصراحة شي يبكر يعني نبدو نخدم في اه معناها الايقافات الموجودة على حالة بتتسكر واضح بالليه يتوقف فيه انسان يضرب يضرب تراكي ديش في حبس. كلمة خائبة. اتي ما اعطي اختي امرية خليه يسكت يسكر فمه. نصنعه في المجرمين احنا بالايقافات الكثير اراه. نظام الجزائي غالت. فهمتني? اراه مفروض ما يشد الحبس. كان الشخص اللي يزم نتجنبوه ونتجنبوه وجوده في المجتمع. قاتل. مختصب. ارهابي. هزو ما دي يزم يجدو في الحبس. مش نحطو فيه الانسان اللي عنده جريمة متعاش هر. ولا قيل كلمة خائبة. ولا سب جارته. ولا خزر الله على جنب. ولا مراجعة الاحكام في حات ذاته. ايه. تحسوا معناها اه بالرسم. العقوبة البتيلة. منظومة انتقام. منظومة لصناعة المجرمين. فهمني? واللي انا هنخدم في الدمانة ذاكة ياسفني. لما حالا ما نخدمش بالطريقة هذيك. بصراحة انا بالنسبة لي يدخل الحبس. كان المجرم اللي يخشى انه يبقى البر. فهمني? واذا ينخدم بي وناس كل حتى في الدوائر في تونس. يعرفوني? يعرفوا. الدوائر نخدم فيها. انا كيفاش? فهمني? واضح. شكرا لك سيد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان. شكرا لحضورك كم معنا. موعد الاخبار ونشرة تفصيلية للاخبار مع صفية المحررة. نحن مكملين معكم في اشتركوا في القناة.